موسيقى لم يكن الإضراب الأول ولا يكون الأخير إنه إضراب معتقلية الرأي في سجون البحرين احتجاجا على المعاملة السيئة والحاطة من الكرامة الإنسانية إذ يعاني السجناء من الضرب والإهانات والعزل ومصادرة المقتنيات الشخصية ومنع من التواصل مع الزائرين إلا عبر عوازل فضلا عن حضر ممارسة الشعائر الدينية حتى طفح كيل الأحرار في سجون آل خليفة فأعلن المعتقل حسن الغسرة بدأ 15 معتقلا إضرابا في سجن جو احتجاجا على عزلهم وعدم دمجهم بباقي السجناء إضراب سرعان ما لقي تجاوبا من قرابة المائتي معتقل في ذات السجن فالهم واحد والمصير واحد صدى الإضراب وصل إلى سجن آخر هو الحوض الجاف الذي دخل فيه أكثر من أربعمائة معتقل في إضراب يشكون فيه ظلامتهم عسى أن يصل صوتهم إلى أسماع المجتمع الدولي الذي آثر غض الطرف وصمى الآذان عن سماع أهات الضحايا في البحرين إلا أن الأحرارة وفي مختلف أرجاء المعمورة رفعوا صوتهم عاليا في العديد من العواصم العالمية مطالبين بوقف الانتهاكات في البحرين ومنها واشنطن وديبلين وبروكسل وفاريس وبيروت وعواصم أخرى فيما لفتت منظمة العفو الدولية النظر إلى أوضاع المعتقلين في البحرين لكن السلطات وبدلا من الاستجابة لمطالب المضربين أمعنت في طغيانها فاعتدت مرتزقتها عليهم بالضرب وبرش الفلفل الحار معاناة مستمرة في البحرين التي تحولت إلى سجن كبير لشعبها الأصيل الذي يسومه فيه الغرباء العذاب بانتظار يوم النصر الحتمي المعودة به الشعوب الحرة والأبيع اشتركوا في القناة